عقد معهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن حلقة نقاشية عن الأوضاع في اليمن طرح خلالها عددا من الأفكار والمقترحات لإحلال السلام الأوضاع في اليمن التي تنظر بكارثة إنسانية وتتهدد المجاعة جزءا كبيرا من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار كانت حضرة بقوة في ندوة عقدها معهد الشرق الأوسط بواشنطن بحضور المبعوث الأممي إسماعيل والد الشيخ أحمد ضم روسيا والصين وفرنسا إلى الرباعية الدولية بشأن اليمن كانت من أبرز الأفكار التي طرحها رئيس حزب العدالة والبناء محمد أبو الحوم لإحلال السلام ووقف الحرب في البلاد وتجنيب اليمن الوقوع في كارثة إنسانية إذا ما استمرت الحرب أبو الحوم أكد في الحلقة النقاشية أنه قد حان الوقت لأن يعمل الجميع معا لضمان أن اليمن يمكن أن يكون مصدرا للاستقرار باعتبار أن ذلك هو الخيار الوحيد محذرا من أن زيادة تمدد الجماعات المتشددة كداعش والقاعدة الذي يأتي كنتيجة لاستمرار القتال وغياب الدولة وخلق ملاذات آمنة لها للتحرك بحرية أبو الحوم أكد على أهمية إجراء محادثات مباشرة وبناء مع كل الجماعات المتصارعة بما في ذلك جهة حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبدالله صالح مؤكدا أن على الجميع قبول الوضع لكي يتحقق تقدما إيجابيا وبناء في هذا الشأن يؤدي إلى وقف نزيف الدم اليمني وإنهاء العدوان ورفع الحصار رئيس حزب العدالة والبناء اقترح في مداخلته كذلك فرض وقف للضربات الجوية وإعداد خطة أمنية لصنعاء في ظرف لا يتجاوز ثلاثون يوما بإشراف من المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق تركز على المصالحة وتحقيق الاستقرار في البلاد والتحضير للانتخابات في إطار جدول زمني محدد